الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد مدام الكلام صن عن الفكر الجمهوري الشيخ شهاب ما قصر وانا دار أضيف حاجات بسيطة اولا يا اخواننا هذا الفكر انهدم ورغب عنه السودانيون ما في زول عنده رغبة اطلاقا انه يتعلم الفكر الجمهوري ولا يعتنق وهم ما يعتذروا بأي اعذار انه كانوا ممنوعين ما في زول مانعون الشيوعين كانوا شغالين الشيوعين القباح ديال شغالين في البلد هنا ما في حد منعك لكن الشي اللي منعك انه الناس عرفت قباحة هذا الفكر الجمهوري والسودانيون ما عندهم استعداد كافرا انا كافر قلنا توب توبت فهمت نعدى تاني بيجي بيقني عن ناس انه يؤمنوا بما كان يؤمن به وقته كان كافرا انت حكمت على نفسك انك كنت كافر ودار تجي ادخلنا نحن الليلة في المحل الكتا في ايضا زمان نبقى كفار نحن باحترافك انت فهذا الفكر يا اخواننا ما عنده مجال لانه فكر لا يقبله العقل السليم فطلا عن العقل المنضبط بالنص الصحيح عقل السليم ما بيقبله لانه ما ممكن انت يا محمود محمد طه وأتباعه دارين تجي تقنعون نحن كمسلمين انه الصلاة ذات الحركات المعروفة حتسقط من الانسان بعد ما يصل الى درجة اليقين قالوا كدهم قالوا ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تعبد ربنا لحد ما يجيك اليقين اول ما جاليقين بعد ذلك انت خلاص ثاني بتوقف العبادة الصلاة سقطت منك كويس واليقين المقصود هنا هو الموت كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين ها حتى اتانا شنو اليقين اليقين اللي جاهم ده شنو هل دا اليقين درجة بتاعت ايمان وزول قال كنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين ما اقول دا يكون جاوا الايمان حتى اتانا اليقين هل اليقين اللي هو الايمان عندهم هم بيجي بالتكذيب بيوم الدين هل اليقين بيجي بالخوض مع الخائضين هل اليقين بيجي بانه لم نكو من المصلين كده بيجي اليقين اليقين هنا معناه الموت وابض ربك حتى يأتيك اليقين اي حتى يأتيك الموت لحد ما تموت فكيف تسقط عنك العبادات تسقط عنك كيف وبعدين سؤال منطقي جدا انت اذا قلت الانسان بيرتقي في درجات العبادة حتى يصل الى مرحلة اليقين وتسقط عنه التبعية هو بيسميها التبعية حتى ما يغشك بالعبارات تسقط عنه التبعية يعني ما يكون متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم نقول لك سؤال بسيط او بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والصحابة العشر المبشرين وامهات المؤمنين مجد الأفضل مننا دينا وعبادة وإي حاجة وفضلا عند الله مكانة وفي الجنة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان مجد يسبقوا الناس كلهم للجنة من الأمة دي طيب دي الوصلوا مرحلة اليقين حقتك ولا ما وصلوا أكان قلت وصلوا ما وقفوا الصلاة بيصلوا لآخر لحظات في حياتهم عمر بن الخطابك الطعنوا طعنوا أبو لؤلو المجوسي طعنوا وين انتقالوا طعنوا في بيت مريسة يبتعن المريسة يا رمم طعن في الصلاة صلاة الفجر ستة طعنات في بطنه وهو يصلي بعده اغمي عليه لما أفاق قال أصلى الناس قالوا نعم يا أمير المؤمنين قال فإنه لا حظ لأحد في الإسلام ترك الصلاة ده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان من أمتي ملهمون فعمر ولو كان نبي بعدي فعمر وهو الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم منصر الإسلام بأحد العمرين فأسلم عمر بن الخطاب وأول من يكسى يوم القيامة من الأمة دي أول زول بيكسى يوم القيامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ده انتهى يا محمود يا حوتة اتوصلت ليغينوا ما وصلوا عمر بن الخطاب ما وصلوا يصلوا لما مات يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم سيدة البشرية أفضل من عمر وأوبكر وأفضل من موسى وعيسى النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما مات آيس بن مالك قال آخر العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم آخر وقت شافوا فيه والصحابة كان يوم الخميس مات يوم الاثنين يوم الخميس صلى علىهم في الصلاة وأوبكر الصديق يا أم الناس في الصلاة فأراد أوبكر أن يتأخر رجع من الصف شان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فقام أشار له عن مكانك قال ليك في مكانك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم جلس جنب أوبكر الصديق وأوبكر الصديق واقف والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وأوبكر بيبلغ يوصل صوت صوته إلى الصحابة شان يسمعوه النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وهو به الوجع باوى الوجع وبعد ده بيصلي اتا يا محمود تقول اصلا سقطت مني تقول سقطت مني تسقط منك كافي يعني واتباعه الغريبة لعملاء النسوان وزمان بيحشد لمحاضراته بالحريم ماشي لمحاضرة في ضنجلة ولا في السليب يسوق له ستاشر ولا ستمية مرة راسين جدام والجماعة المخلوعين بالشكل النسوان كلهم بيجوا بقاعدين وبينضموا ده المتنحين في الحريم بعينوا في النسوان وقال لنفسه اغنى على الناس بها حاجة انت لا بقى انتك حاية تغنى عباسه انت دائر توصل الناس لانه جات رسالة جديدة ورسوله هو محمود محمد طه وانه الرسالة القديمة اللي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واللي هي دي خاتم خاتمة الرسالات الرسالة دي بيقات ما شغالة ده بالفصيح كده ما شغالة الشغالة هي الرسالة بتاعت محمود محمد طه ايجي كل يوم يديهم تنظير جديد الحجاب ليس اصلا في الاسلام وقال في كتابه ده ذاته رسالة الصلاة قالوا ادم ادم عليه السلام ابونا ادم قالوا ليس هو ادم الاول قال فئة اوادم قباله كتارتان والله يجد يا ناس ابونا ادم ده ربنا اول واحد ربنا خلقه هو الذي خلقكم نحن كلنا خلقكم من نفس واحدة وهي نفس ادم من نفس واحدة وجعل منها يعني من ادم منها زوجها ربنا خلقنا من نفس ادم قال لا 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 قال في اوادم قباله كتار لكن قال لا الناس بس ما كانوا عارفينهم وانت عرفتهم من وين يا محمود بعدين ده رسالك سؤال منطقي سلمنا معاك جدلا يا حوتا وادفاع حوتا كلهم سلمنا معاكم جدلا انه الزول بيصل مرحلة اليقين بتسجد عنه الصلاة نحن دارين مقياس محدد لمرحلة اليقين نعرف كيف ممكن انا الصلاة تتقل علي جيك اقول لك وصلت اليقين تقول لك ما وصلت تقول لك وصلت انت عندك يقين وميتر بتجيز باليقين ضيط تركب اليقين وميتر طاق تركتك وصل اليقين لا لا لسه شوية زي بتعضغط داك داكتك 160 على 13 لا بتجيز اليقين كيف ما ممكن واحد يقول لك انا جاني اليقين يا اخي خلك من ده انت يا محمود قلت الرسالة التانية الى الاسلام في الرسالة تانية في الاسلام طيب بكرة لو جانا واحد قال الرسالة التالتة للاسلام والرسالة الاولى الرسولة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم والرسالة التانية رسولة محمود محمد طه والرسالة التالتة دي الرسولة زحموت ابن زعيد انت بتقدر تقول له رسالتك دي باطلة ما بتقدر لو قلت له رسالتك دي باطلة هيقول لك انت برضو رسالتك باطلة أها ولو قلت له رسالتك دي حد يقول لك خلاص رسالتك كدت ملغية والشغالة رسالتانة كده رضيان يا محمود رضيان انتهى الموضوع برضو في رسالة تالتة جاد برضو وبتاع التالتة برضو ممكن يجي واحد يقول اي رابعة البيمنعها شنو البيمنعها شنو يعني نحن عندنا البيمنع رسالة بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله واشنو وخاتم النبيين ده نهاية ده الخاتم وراه بعد تاني مافي النبي صلى الله عليه وسلم قال حيجو كالضابين سيكون بعدي كذابون سلاسون كلهم يدعي انه نبي ولا نبي بعدي نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم تاني مافي انت لو استذلت بالدليل ده اذا رسالة محمود ورسالة حمد ورسالة زعي طمعيط دي ما شغاله في رسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اي رسالة تاني مافي لو انت فتحت باب رسالة نحن حنناقشك بنفس المنطق بتاعك نفتح لك باب بتاع رسالة تاني وفي النهاية ده بيصحر كطبه ده زي اللي اللي جا في العزبك قال عيسى بن مريم في العزب هنا في بحري قال عيسى بن مريم واحد دجالة الفون معاي منو عيسى بن مريم ايوة قال له امك يسيما منو قال لي اسيما كالتوم طيب عيسى بن مريم كيف امك يسيما كالتوم وكيف تكون انت عيسى بن مريم لانو عيسى بن مريم امو يسيما منو امو يسيما مريم مريم طي يا كاب انت امك كالتوم تبقى عيسى بن مريم فده يا اخي دارج يغنعنا بنفس هذه التفاحات ونحن ما عندنا زمن اليوم. ديل جمهوريين فنجوتو. ما عندنا زمن اليوم. لكن شأن ما الاعلام يعمل كأنه عنده موضوع. بناديهم تلشة خفيفة كده. والشغل التقيل بيجيك اذا رفعت قرنك. بنكسره لك. ان شاء الله. السلام عليكم.